من جانبها أكدت الولايات المتحدة أن واشنطن لا تزال تبذل جهودا حثيثة مع مصر وقطر وأيضا مع الإسرائيليين لتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الأسرى والمحتجزين في الأثناء أكدت الأمم المتحدة أهمية المحادثات الجارية في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق صراح المحتجزين داعية في الوقت ذاته إلى وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وخفض التصعيد على طول الخط الأزرق